بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم إلينا من الأخ علاء زكي يقول الأستاذ أحمد الكاتب المحترم بعد التحية والسلام نحن ندعو للمرجع السيد السستاني طول الأمر ولكن يجب التفكير في مستقبل العراق ما بعد السيد السستاني ولذلك الرجاء هل من الممكن إعطائنا رأيكم عن أهم أو من هم أهم المراجع الأوفر حظا لخلافة السيد السستاني حفظه الله وما هي خلفيات هؤلاء المراجع وهل هناك احتمال أن يكون السيد علي خامنئي المرشد الأعلى في إيران هو المرجع للشيعة في العراق بعد السيد السستاني في حال لم يتم الاتفاق على المرجع الجديد وشكرا في الحقيقة هذا سؤال مهم جدا ويقلق كثير من المهتمين بالعراق والمرجعية أيضا ولذلك الجواب عليه في الحقيقة لا يمكن ببساطة وسرعة واحد يجيب عليه لأنه شوية معقد أولا لك لابد أن نعرف أنه لا توجد مرجعية دينية في الإسلام أقرأ القرآن الكريم شوفوا أخبار النبي ما في شيء اسمه مرجعية دينية واحد يمثل الدين أو يمثل الشيعة أو يمثل الإسلام والمسلمين زعيم الأمة الإسلامية مثلا وإنما يوجد قرآن كريم وتوجد سنة متواترة هذا هو الدين ما في شيء بعد إضافي في بعض المسائل الحادثة التي تحتاج إلى تكييف مع الزمن أو حسب المكان أو التطور وهذه تحتاج إلى مجتهدين والمجتهدين نعم يمكن واحد يراجعهم وشيء معقول يعني أنه لا بد يكون عندنا حركة اجتهاد ومجتهدون في كل شيء في أشياء كثيرة يعني لا يكتصر على باب واحد أو مثلا بعض المسائل الفقهية نستشيرهم ونطلب يعني معرفتهم ولكن بدليل ما يجوز نقلدهم تقليل أعمى كما هو الآن موجود في ما يسمى بالمرجعية الدينية شخص واحد يسمع ويصير بالتالي هو المرجع الأعلى مثلا وبالتالي هو يمثل الطائفة ويمثل الدين ويخرج هذا من الدين ويدخل ذلك بالدين أو بالطائفة أو بالتشيئة أو الشيئة هذا ما موجود هذا شيء من تقريبا بدعة وإلى تكونت حسب الزمن هذه ظاهرة مؤقتة نمت وتطورت حسب الزمن إذا ما يعرف بالمرجعية الدينية ما يعرف هذا الشيء موجود بالظاهر بالخارج لا أساس شرعيا لها حيث لا يوجد في الدين مرجعية دينية لشخص معين لا أنه هو زعيم الإسلام ولا زعيم التشيع أو زعيم الطائفة الشيئية وإنما هذه المرجعية ظاهرة مؤقتة برزت إلى الوجود في ظل عقيدة الشيعة الاثنى عشرية بوجود إمام غائب لكي يقوم ببعض أدواره هذا المرجع يقوم ببعض أدوار هذا الإمام الغائب من الاجتهاد حتى الاجتهاد هو من أعمال الإمام الغائب فسابقا الشيعة كانوا يقولون الاجتهاد محرم وعندما غاب الإمام وانقطعوا عن الاتصال بمصدر ألم مثلا إلهي ففتحوا باب الاجتهاد في القرن الخامس الحجري وقالوا يجوز واحد يصير مجتهد ولكن يحرم التقليد ثم صار التقليد جائز ثم صار التقليد واجب الآن الطهور مع الزمن هذا الغائب التي امتدت أكثر من ألف عام وكان الشيعة خلالها يحرمون النشاط السياسي وإقامة الدولة ومع حدوث تطور جذري في الفكر السياسي الشيعي في العقود الأخيرة بقول الشيعة بنظرية ولاية الفقه أو تبنيهم للفكر الدستوري الديمقراطي مع هذا التحول وضعت نهاية معقولة للمرجعية الدينية يعني بعد ما نحتاج إلى المرجعية الدينية إذا قامت الدولة إحنا كنا وبرزت المرجعية في ظل عدم وجود دولة أما إذا قامت الدولة بعد مرجعية تنكف في إطار محدود جدا واتطور الفكر الشيعي إلى انتخابات والقائد حتى المرشد حتى ولي الفقه ينتخب دستوريا وديمقراطيا من الناس بينما المرجعية المعروفة الآن السجستاني مثلا ما فيها انتخابات صار مرجع وخلاص بعد وبديلا هذه الدولة صارت بديلا أفضل وأكثر تطورا من الناحية التشرعية والتنفيذية السياسية وما استمرار المرجعية متمثلة ببعض المراجع حتى الآن بعد قيام الدولة سواء في إيران أو في العراق إلا حالة مؤقتة ستنتهي عما قريب مع اجتداد عود الدولة الديمقراطية الحديثة في العراق وحتى في إيران وسوف يتقلص دور المراجع على الإفتاء ببعض المسائل الفقهية الشخصية الفردية وعدم التدخل في الشؤون السياسي العام دورهم يعني تحدد ما يدخلون وإذا تخلى الشيعة عن قاعدة عدم جواز تقليد الميت الآن قاعدة معروفة مجوز تقليد الميت فلذلك دائما نبحثون عن واحد جديد طيب مسائل الفقهية الجديد لا تختلف عن مسائل الفقهية القديم وحتى لقبل مئات السنين فهذه الفكرة هي عدم تقليد الميت هي أيضا بها بقى سياسي حتى الناس يبحثوا عن قائد جديد مو فقط فقه ولا الفقه يوجد ما يتغيره وإذا راحوا الشيعة يرجعون في فتاواهم الفقهية الشخصية إلى مراجع سابقين فإنهم لن يصبحوا بحاجة إلى تقليد أي مرجع جديد خلص مسائل ما أعرفوها وانتهت المسائل المسائل السياسية أدوم دولة وإنما قد يراجعون الفقهاء القدماء والمحدثين ولا يقتصرون في مراجعتهم على استشارة فقه واحد بل يحددون المراجع ويستمعون إلى كل من يقدم أدلة على آرائه ولا يقلدونه تقليدا أعمى يعني ظاهرة التقليد الأعمى إذا أحنا تحررنا من أدها أيضا وصلنا لبحث عن الأدلة والبراهين وراء كل فتوى فبعد ما راح تنحضر عملية التقليد بمرجع واحد أو لازم أدنى دائما مرجع ما هو مراجع كثرة راحة وماشاء الله ويعدهم فتاوى فإنه يرجع لهم فليش إذا ما تستستاني مثلا كل فتوى تسقط وميجز واحد يرجع له إذا هي بها أدلة إذا ما بها أدلة حتى في حياته ميجز الرجوع إلي حتى في حيات المرجع إذا ما يقدم دليل على فتوى هو ميجز الرجوع لها بدعة محرمة تصير التقليد الأعمى بدعة محرمة الأخ محمد رشيد يقول يتداخل معنا ويقول ترك الناس بلا مرجعية ألمية جديرة بالتقليد والاتباع يعودوا إليها في الأمور للجسام وعند الاختلاف في التفسير أو فهم بعض زوايا الدين أمر غاية في الخطورة فغالب الناس تحتاج إلى بوصلة تحدد لهم مسارهم وتصوب لهم اجتهادهم في الفهم وتحل لهم خلافاتهم وتناقضاتهم وتصلح المعوجة منه وفي حالة عدم وجود مثل هذه المرجعية الضابطة يعني وجود احتمال الانحراف في فهم الدين والتطرف أو الانفلات من الدين والتحرر من ضوابطه ولقد عانى السنة من ظاهرة عدم وجود مرجعية علمية عالمة واجبة الاتباع والتقليد قادتهم هذه الحالة إلى التشرذم والانتكاسة وظهور مئات الأراء المتناقبة التي لا ضابط لها ولا مرجع أرجو أرجو النظر من زاوية ثانية والتفكير بالارتقاء بمفهوم المرجعية بل والتوسع بها وإدخالها حيز التفاعل والحوار الألمي المنضبط هذا كان رأي الأخ محمد رشيد فأجبته بما يلي الأخ العزيز محمد رشيد لا يوجد في الإسلام نص على ضرورة وجود شخص يدل الناس على الطريق الصحيح ما عد القرآن الكريم ما عدنا غيرنا الآن حتى الذين قالوا بضرورة وجود أئمة من الله أيضا تهدوا لأئمة قبل ألف سنة ما عدنا منذ ألف سنة وأكثر ألف ومائتين سنة ما عدنا غير القرآن وكلامك يا أخ محمد رشيد مبني على فرضية هاي فرضية أن العلماء والمراجع هم أكثر الناس فهم للدين والتزام به وتعبيرا عنه وهذه فرضية مثالية وهمية ولا تصح دائما وإذا نظرنا إلى المرجعيات الدينية الرسمية وغير الرسمية لدى السنة والشيعة فإننا قد نرى العكس أحيانا حيث يوجد الجهل في بعضهم وفي كثير منهم والفسق والانحراف واتباع الهوى والبدعة والظلال ومحاربة الإسلام النقي والإصلاح واتهام المصلحين والظلال والتضليل والانحراف فكيف نعرف أن المرجع الفلاني اللي مثلا صار مرجع أو سوى مرجع أو الدولة حطت تسوى مرجع هو امتداد لخط النبوة والأئمة والأولياء الصالحين وهو الذي يدول للناس على طريق الصحية إذا هو كان ضال ومنحرف وما يفتهم واسمه مرجع شلون يدل للناس فهذه فعلا فيه دور يصير يعني أخي نجي للواقع أنه الآن من هو المرجع الأعلى بعد السستاني رغم ما يوصف به المرجع السستاني سلعلي السستاني بأنه زعيم الشيعة الاثنى عشرية فأنه في الواقع ليس كذلك ويختصر في آرائه السياسية وقيادته يعني على العراق فقط ما يدخل بأي دولة أخرى صر حروب في لبنان في فلسطين في سوريا في اليمن في البحرين في السعودية في أفغانستاء أو بدأ ما يدخل ما يعطي رأيه فإذا هو مقاصر قيادته وزعامته مثلا المرجعية على العراق فقط وحتى عندما حدث الاحتلال مثلا لم يقل لم يفتي بوجوب مكافحة الاحتلال هو أفتاق قبل وقوع الاحتلال وذيعت من الاذاعة الرسمية أن يجب مقاومة الاحتلال عندما وقع الاحتلال سكت بعدها لم يتحدث عنه والآن الاحتلال يعود مرة ثانية وهو لا يعطي أي رأي في ذلك على العكس ولم يتدخل في أي بلد إسلامي أو شيعي على العكس من المرشد الإيراني الوليلي الفقيه الذي يقود الشيعة عالميا فعلا يعني ما أعبر عن رأيه أقول له واقع موجود هكذا وله أنصار في العراق وسوريا ولبنان فاكستان وأفغانستان والخليج وبلاد شيعية وإسلامية أخرى فهو عمليا وواقعيا يحتل منصب زعيم الشيعة وسوف يستمر دوره القيادي في العراق بأشكال مختلفة وليس بالضرورة من خلال عملية التقليد المعروفة هو عمليا مشبك مع العراقيين شيء ناء أم أبين يعني أنا ما أريد أعطي رأيي في الموضوع أقول هذا واقع موجود أوصفه كما هو في الواقع وبالتالي فإن غياب السستاني لا يؤثر على الوضع القيادي للشيعة ولا سيمة أن السستاني اعتزل السياسة الأراقية حتى منذ سنوات ولم يتدخل إلا في مناسبات محدودة كالإفتاء للجهاد الدفاعي ضد داعش وبعدها ما شفنا أنه عنده أي فتوى سياسية يعني ما عدى الفسائل الفقية اللي يجعوا بها ولكن الحاجة في أناس كثيرين وأطراف عديدة تحتاج إلى مرجع أراقي ربما تحتاج بعض الأحزاب الأراقية وبعض الدول الأجنبية المهتمة بشأن الأراقي إلى مرجعية دينية أراقية تساند العملية السياسية أو بعض المواقف السياسية الضرورية أحيانا وتمنع بعض المراجع الآخرين من التأثير في العملية إذا رأت ذلك سلبيا مثلا والتدخل في الانتخابات واختيار رئيس معين أو إسقاط رئيس معين تبعا لمصالح تلك الأحزاب وتلك الدول الأجنبية وبالتالي فإنها تحتاج إلى المحافظة على ما يسمى بالمرجعية الدينية في النجف في مقابل إيران والحيلولة دون تدخل إيران في العراق أو الحدي من ذلك تدخل على الأقل كما احتاج صدام حسين إلى مرجعية دينية عراقية متمثلة في السيد محمد محمد صارق الصدر في مقابل المجلس الأعلى الذي كان يتخذ من إيران قاعدة له في الثمانينات والتسعينات وبصورة عامة ضد تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق في أيام صدام حسين فإذن المرجعية الدينية خلاصة الكلام المرجعية الدينية ليست دينية يعني هذه ظاهرة عرفية صغيرة ما إلها مقاومات شرعية وعندما تسألون أي مرجع أي عالم أي فقير أي طالب علم ما هو الدليل على وجوب التقليد يقول لك بصراحة العاقل ولا يجيب لك آية ولا حديث ولا محزنون أحاديث ضعيفة ما معتبرهم ولا ما يعتبروها بس يقول لك التقليد هو مسألة عقلية وهي بدعة هذه الظاهرة بدعة سلبية في الحقيقة أن الناس يقلدون علماء بدون ما يسألوا عن الأدلة أو ينتخبون زعماء مو بصورة ديمقراطية ويغلفون الزعامة السياسية بالدين بدعة متراكبة على بعضها بالحقيقة يعني عدة أمور غير صحيحة متجمع فيها المسألة المال والأعلام والتدخل الأجنبي يتدخل في المرجعية ويحدد هذا أو ذاك ويضرب هذا أو ذاك ثم هو المرجع يقوم بعمل سياسي كأي زعيم سياسي ولكنه عنده هالة دينية منين جاي فما أعرف فهذه مسألة غير صحيحة وأيضا لا ينتخب بصورة ديمقراطية إنما بالدعاية والإعلام يصير وما تعرف هذا مرجع إلا ذاك مرجع ومرجع في ماذا يفتيك في بعض المسائل أو يتدخل ببعض المسائل وما يتدخل في بعض المسائل الضرورية ولا يدل الناس على الموقف المطلوب الصحيح ففي التباس حقيقة وفي تراكم سلبيات فيما يسمى بالمرجعية الدينية وهي بدعة مؤقتة اقتضتها بعض الظروف الفكرية والتاريخية الشيعة مسألة الغيبة الإمام الثاني عشر فاخترعوا من فتقائي جديد لا معصوم ولا معين من قبل الله ولا من سلالة معين المهم قبل قيام الدولة لديهم والاعتراف بشرعيتها اما مع قيام الدول الان سواء الجمهورية الإسلامية في ايران او الجمهورية في العراق او في اي مكان اخر بعد من احتاج الى مرجع مرجع يكون بادوار سياسية السياسة كلها في الاطار الدستوري في المسائل الفقهية حر الناس احرار ان يتبعوا اي واحد ويستشيروا اي واحد وانما بصورة يعني يعرفوا الدليل مو يعرفوا مو يقلدوا على تقليد اعمى كما هو متبع الان وبالتالي احنا ما نحتاج الى زعيم ديني اراقي ولا زعيم ديني في ايران نحتاج الى قيادات سياسية هذا ما نحتاجه سواء السلسان يبقى ولا راح ما راح يقدم وياخر كثيرا والمرجعية هي راح تقلص دورها وتنتهي ويجب ان نقوي الدولة حتى تقوم بهالواجبات يعني هي الان مثلا خلال عشر سنوات الماضية اكبر دول السلساني هو فتوى الجهاد ضد داعش لو كانت الدولة موجودة لا يحتاج السلساني يفتي القائد العام للقوات المسلحة يصدر امور بالتعبئة العامة وبالتجنيد الالزامي ويحرض الناس ويقودهم بس لان الدولة ضعيفة يجي المرجع يدخل وربما نحتاج ايضا الى تدخل في بعض المواضع والامور والمناسبات ولكن عموما يجب انه قوي الدولة مو نقول منه يجي بعد السلساني يجيك واحد الله يستر يجيه ناس مثلا ما تعرف عقلهم وفكرهم وسياستهم وكذا هوسون وعاطفيين وطائفيين وكذا فالسلساني سينسا الله رحمنا بيه كان يدعو الوحدة الاسلامية وكان يعني يجمع الشعب ويدعو الديمقراطية بس اكو ناس يدعو المرجعي لا يمنوا بالديمقراطية ولا بالوحدة الاسلامية ولا بوحدة العراق والوطن فيصروا مصيبة علينا حقيقة فإذن يجب أن جميعا والمثقفين خاصة في العراق أن يهتموا لتقوية الدولة العراقية النظام العراقي الدستوري الديمقراطي الجمهوري هذا هو المهم وليس من يخلف السستاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة